السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنحل تمرين ثاني يقول التمرين يعني أن البرنامج هذا سيقوم بإنشاء يحتوي على ثلاثة لينس وثلاثة كولومنس هذا البرنامج سيطلب بين المستخدم إدخال القيم نفترض أن المستخدم أدخل القيم التالية 2-2-3-1-0-3-0-2-1 ماذا سيفعل الكمبيوتر؟ سيقوم بحساب مجموعة القيم التالية الموجودة في الفرست دياجونال هذه القيمة مع هذه القيمة مع هذه القيمة هذه القيمة موجودة على الفرست دياجونال إذن المفروض الكمبيوتر يجب أن يطبع 2-0-1-3 في هذا المثال للوصول إلى الحل وكتابة البرنامج نلاحظ أن الخانات الموجودة على الفرست دياجونال رقم اللاين يساوي رقم الكولومن هنا أيضا نفس الشيء عندما الآل تساوي 1 الكولومن أيضا تساوي 1 هنا عندما الآل تساوي 2 الكولومن تساوي 2 سنستعمل هذه الملاحظة لحل التمرين إذن لحل التمرين أقترح عليكم الكود التالي أقوم بتعريف مصفوف M ثناء الأبعاد يحتوي على ثلاثة لائنس وثلاثة كولومنس سأطلب من المستخدم إدخال التسعة قيم see out enter 9 numbers ثم أساوي for loop L يساوي 0 L يمثل رقم اللاين إذن L أصغر من ثلاثة L++ وfor ثانية تمثل الكولومنس تحتوي على متغير C في البداية يساوي 0 إلى أن يصل إلى ثلاثة C++ وسأكتب C in القيم المدخلة أنضحها في الخانة رقم L C إذن بعد إدخال القيم أريد أن أحتسب مجموعة القيم الموجودة في الفرسة الدياغونال إذن سأعرف متغير in sum في البداية يساوي 0 أقول 4 int i يساوي 0 i أصغر من ثلاثة i++ وسأحتسب القيم أو مجموعة القيم الموجودة في الفرسة الدياغونال يعني أن رقم العمود يساوي رقم اللاين sum sum plus mii see out the sum in the first diagonal is is وسأضع قيمة السا ونفذ البرنامج إذن إذن enter nine numbers سأدخل تسعة قيم سأدخل كل القيم حتكون تساوي واحد عشان أدخلها بسرعة إذن المجموع هو ثلاثة لأن الجاغونال تحتوي على ثلاثة عناصر كلها تساوي القيمة واحد